يعني هذه الفجوة التي نبهنا طالما نبهنا عنها عنها إذا حصلت أو حدثت وبدأت بالاتساع فإنه يكون من الصعب على الساسة لملمتها الساسة أختاروا طريق توسيع هذه الفجوة وبالتالي أصبحت هناك مسافة شاسعة ما بين تطلعات الجماهير التي بدأت بمطالب قد تكون بسيطة وقد تكون من اليسر على الحكومة لو كانت جادة على التجاوب السريع معها ولكن الحكومة بما موجود من مشهد وخاصة في حالة التقسيمات المكوناتية ضمن أحد أكبر المكونات الذي قسموه بعد عام 2003 أن داخل هذا المكون أيضا طالما قلنا وأن هناك تيارين وفي كل تيار نواة استقطاب هذه النواة إن توسعت فستكون لصالح طرف على الثاني نواة الاستقطاب العربية المتمثلة بالجماهير المتظاهرة التي نشهد توسعها يوما بعد آخر نواة الاستقطاب التي تقع تحت تأثير الهيمنة الفارسية المباشرة التي تتحكم بالمشهد السياسي وهي صاحبة السلطة الفعلية خلف الكواليس وبالتالي هذين النواة إن الآن نصلح هناك حالة المصاندة بينهم يعني ما تقوله أنت أن مصلحة إيران في أن تبقى الحكومة العراقية الحالية حتى تلتف لربما حتى على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها وأيضا فرض سيطرتها خارج حدودها الجغرافية وتدخلها في شؤون الغير كما هو معروف عنها إلى أي مدى يمكن لساسة العراق الصمود وتحمل ضغط إيران في البقاء من جهة في الحكومة أو في قيادة المشهد العراقي أو قيادة العراق وضغط الشارع المطالب برحيلهم جميعا مع إيران من جهة أخرى جميل هي الحكومة والنظام السياسي تقريبا في غالبية العظمى يدار بالفلك الإيراني وهو تابع بشكل مباشر أو غير مباشر للإدارة الإيرانية المهيمنة التي لديها أذرع تعمل خلف الكواليس أذرع عسكرية أذرع سياسية أذرع هيمنوية أيضا ضمن خندقها تدور فلك المرجعيات وبعض الشخصيات المؤثرة التي الآن ترسل رسائل خجولة هي لا تستطيع أن تخرج عن نطاق الهيمنة الإيرانية وبنفس اللحظة لا تستطيع أن تصارح الجماهير وتقول أنني أتبع للخندق الثاني أما مسألة صمود السياسيين إزاء هذه المعادلة فأعتقد أنه كلما اتسعت دائرة المظاهرات والاحتجاجات التي هي الآن في نطاق الفرات الأوسط وفي نطاق المحافظات الجنوبية وبعض الوسطى هناك الآن كبد كامل على المحافظات الأخرى التي خضعت لتجربة ما عرف اسم حملية التحرير هي تريد أن تلتحق بركب هذه المظاهرات ولكن الهيمنة الحديدية التي تفرض الآن على أي صوت حتى ولو على رسالة في سوشيال ميديا أو بعض مواقع التواصل أخمدت على الفور الخوف هنا من توسع مدى المدى الجغرافي للنشاط التظاهري الآن لدينا جماهير ذات أعداد شاسح نستطيع أن نقول القالبية العظمى القالبية الساحقة من العراقين هم يرفضون الهيمنة الإيرانية يرفضون الأذناب الإيرانية التبعية الإيرانية ضمن السلطة وبالتالي الحكومة لا تستطيع في الآن إن مارست ونقولها أيضا مثل ما نبهنا في هذه الحالة كما ذكرت يعني الأمور قد تزداد سوءا إن ازدادت هذه الأمور سوءا هل الانقلاب العسكري في العراق ممكن هل من الممكن أن يتصرف الجيش أم أن الجيش ضعيف برأيك أمام الميليشيات الإيرانية في العراق أنا أقول لك أن قادة الجيش هم الآن يقعون أيضا تحت تأثير الهيمنة الميليشياوية التي تعمل خلف الكواليس وهم تحت الرقابة وخاصة بعض القادة الأكفاء الذين باستطاعتهم أن يحركوا الأمور نوعا ما ولكن الجيش عليها أيضا أن يخرج من هذا الطوق المفروض عليه وعليه أن يقوم بمبادرة سريعة تحول دون أن يتحول ندان التظاهر أو دون أن تحول المبارات إلى صراعا مسلحة هل يمكن أن يفعلها جنود الجيش العراقي؟ هذا أملنا إن كان هناك بعض القيادات التي نعول عليها أن تقوم باللحظات الأخيرة في أن تنهي هذه المهزلة وتنهي سفك الدماء وتنهي حدم تحول العراق إلى ساحة صراعا مباشرة لأنك أمام ضغطا جماهيري واسح أنت كسلطة الآن يقتل بدم بارد يمارس كل أشكال القمع إذن ردة الفعل بالتالي هو يريد أن تكون هناك ردة فعل جماهيرية حتى يحول الصراع إلى أنظار ثانية ويبدأ أن يرسل رسائل في غير مداها لذلك على الجيش أن يقوم بإنقاذ الجماهير أولا وأن يأخذ زمام الأمور وأن يشكل كحال دول وتجارب أخرى في المنطقة شكل من أشكال مجلس سيادي ومجلس حكم لإنقاذ الأمر وإلا هذه حالة الشد والتجاذب واللعب خلف الكواليس من قبل الهيمنة الإيرانية التي لا تريد حلا والتي هي متيقنة أنها العدوة الأول للشارع العراقي وبالتالي هي لا تريد أن تستقيل الحكومة ولا تريد تغييرا في الحكومة أو في شكل النظام السياسي لأنه بالتأكيد سينعكس سلبا عليها لذلك على الغادة وعلى الجيش أن يأخذ زمام الأمور إن لم يأخذ زمام الأمور إن لم يتحرك الجيش ما هو دور المنتظر من المجتمع الدولي الآن سيد أشرم هنا نحن نراهن على المجتمع الدولي نراهن على أصحاب الغرار الرسمي أصحاب الغرار السيادي الأمم المتحدة الأهياءات الدولية في جميع ملدان العالم أن تقف وقفة مشهودة أن تقف وقفة حقيقية على الأقل في الضغط على الحكومة لإيقاف حمام الدم لإيقاف الانتهاك للرأي ومصادرة الحرية وتكبيل الأفوال للقيام بدور مشرف كان يحدث قتل لبعض الأشخاص في بعض المناطق يقومون الدنيا ولا يقعدوها والآن على مدار الساعة يوميا مئات وعشرات ووصل إلى الألاف ما بينه شهيدا وجريح كم من هائل من المواطنين الأبرياء يدفعون ثمنا يوميا إذن ما الذي ننتظره من القرار الرسمي بعد كل هذا الأمر إذن عليهم أن يقوم بمبادرة سريعة بضغط على الحكومة ورفع يدها عن هذه المظالم وبالتالي تحويل النظام السياسي إلى نظام غير شرعي لحكم ما سفد من دماء يوم أمس تبعت بالتأكيد ما قاله أو ما خرج به رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اجتماعه بالوزراء في مجلس الوزراء وتحدث عن تعديلات في موازنة 2020 والمتظاهرون والمحتجون بالأساس يعني خرجوا لأن الأمور الاقتصادية في العراق والمعيشة صعبة هناك تعديلات ألا تراها جيدة ألا تلبي هذه التعديلات مطالب الجماهير في العراق أو المحتجين في سحات العراق تابعت الخطاب وتابعت كلمات الأولى وتابعنا كل نشاطها الذي يصدره ولكن كل هذا النشاط الذي يقوله جاء في الوقت الضايع ليس هناك مجالا لاختبار مصداقية هذا القول أو لاختبار جدية الحكومة أمام ما يحدث على الجانب الآخر من قتل بشع تمارسه جهات وأجندة وأذرع معلومة من أين تأتي والجماهير رضعت شعاراتها الواضحة إذا من يستهدفها اليوم وبالتالي لا أعتقد أن ولكن تجدها منطقية أو غير منطقية التعديلات في الموازنة منطقية أو غير منطقية تفيد العراق أم لا تفيد العراق بنعم أم لا كفكر اقتصادي أنا أقول لك عبارات نظرية لا ترقع إلى مستوى أن نصنفها غير منطقية